الأستاذ محمد علي فاهم يقول لحضرتك أستاذ محمد علي مير يقول لحضرتك بيشكرك على المعلومات بيقول هل ممكن أن نبص الخوف فينا بنشر الخدع عن طريق التقدم العلمي والخرافات والخيال العلمي الذي يستغل في الأفلام السينمية عن طريق إعلامه ومنتشر في كل شبري في العالم نحن معنا الله والإيمان به أنا أعتقد أن ده لحضرتك قلت حتين أننا بالإيمان نقدر أطرد أيها بس هاي في نقطة اللي احنا بنعمله ده يعني يمثل ستين أو سبعين في المية من المقاومة إنه إحنا زي كنا بنقول إن الحرب قادمة تبانين في المية منها يعتمد على الخدع طب أنت يوما لما تشوف حد نزل لك ما تقول شاء الله أكبر بقى وتعمل لا أنت ما تعرف يعني إيه مثلا أو مثلا هو ممكن الأستاذ مثلا ممكن يكون عارف أو كي بس ممكن فيه غالبية ما تعرفش إن فيه حاجة مثلا اسمه هولوجرام مستخدام زمين ما تعرفش إن فيه حاجة مثلا يعني عايزين أقول لتصليب المجسمة بس يعني عشان لما تقول لجرام بس عشان الناس يعني أسليب السيطرة أسليب بستخوة يعني بس عشان بيخليه لك تشوف في الجو الطيارة طيارة العربية عربية البنى آدم بنى آدم يعني بيجسم البنى آدم صور مجسمة صور مجسمة صور مجسمة وفيه قدرات بقى للأخمار إن هي تعمل لك الأصوات المصابة والصوت بقى العمل دي مش عامل صوت يعني والكلام ده كله فاللي إحنا بنعمله ده هو من أهم سبل الوقاية إنك إنت بتعرف إيه سبل الخداع وإمكانية طبعا إحنا يعني اللي إحنا بنقوله ده برضو كشور وراء تفاصيل كتير ممكن بعد نفتح فيها قد كيبس إحنا بنلحق إن إحنا نقول كشور لكن نواطن إنت اللي إنت بتعرفه ده غير بقى اللي إحنا تكلمنا عليه اللي هو ثبات على الإيمان والعض عليه بالنواجز والثبات على الأساسيات الدينية مش المشتبهات اللي إحنا وقعنا فيها اللي نهانا عندناها الرسول عليه الصلاة والسلام لأ الثبات على الأساسيات والثبات على إن ربنا إديك بالدين وفي جواك أقوى سلاح يعني عرفته البشرية أنت ودينك وارتباطك بالله هو أقوى سلاح عرفته البشرية مش مجرد أنت بتصلي أو أنك أنت بتوحد ربنا أنت ممكن تفعل طقتك الداخلية ودي حاجة يعني ملهاش حدود نفعلها إزاي؟ ما إحنا قلنا إن إحنا نفكر مثلا ما إحنا قلنا على الزبزبات الدماغية وترددات الصوت وقرأت القرآن وإزاي دي بتأدي لتأثير علمي وإزاي بتقوي الهالة بتاعتك والتقوي بالإيمانيات ده بينعكس علميا إزاي؟ بينعكس ماديا عليك إزاي؟ إن لما ربنا إدك القرآن الشافي أو الإيمانيات بصورة عامة والخشوع والالتجاء على الله والتدبر إن ده بينعكس بصورة علمية ومادية كمان بحتة غير الثور النفسية والارتباط إنها بيقوي الهالة بتاعتك الهالة دي زي ما بتحصنك من الهجمات الروحانية أو اللي هي هجمات شيطانية والوسيوس والكلام ده بتحصنك برضو من الحاجات التقنية لإن هي بتعتمد بنفس طريقة إنك إنت الهالة دي عبارة عن زبزبات إلكتروماجناتك أو كهروماغنتيسية بتبقى مضادة لاختراكك فزي ما بتحصنك من الحاجات الروحانية اللي بتدخل برضو عن طريق مهاجمة الشكرات برضو بتحصنك من الحاجات التقنية تاني حاجة لما أنت تعرف إن فيه أساليب استحواز يعني ودي مورسة كما يعني زي ما قلنا للحلقة اللي فاتت إن مورس منها على سجناء القادة من ضمنهم اللي هو أبو زبيدة اللي تم الاستحواز عليه تقنيا في خلال 30 سنة بتدى يسمع أصوات من جواه بس طبعا بدون تنبيه وعرضوا لنوع مثلا من العزل والتعذيب شوية وده أحد أساليب السيطرة النفسية بعد كده لما ابتدى يعملوا الاستحواز وسمع الأصوات من جواه ابتدى يقول إن ربنا بيتكلموا من داخله وده بيحصل على الناس كتير على فكرة دلوقتي بيحصل على الناس كتير دلوقتي لا ونس كتير عددها لطفة يعني ماشي في الشرعة لا يعني أساليب الاستحواز دي بتحصل من زمينه بتحصل دلوقتي طيب إحنا لما نقول لك دلوقتي إن لا يا جماعة ده فيه إمكاني دلوقتي إن يسيطر عليك مثلا إن يدخل لك موجات كهرومانتصية توصل للدماغ يشوفها كأصوات بدون المرور على مراكز السماء طب إنت هتكلم المعرفة تمثل فوق يعني 60% فما فوق من المقاومة لما تعرف إن فيه كذا ممكن فيه ناس عارفة وعارفة كتير وفيه ناس مثلا أحسن مني بكتير جدا لكن الغالبية كان فيه أمور لازم ياخدوا ألف به طيب إذا عن دلوقتي عشان تبقى حضراتكم يعني فكرة الحلقات وده من الأول إحنا إذا كان فكرة الحلقات ليس لا الفكرة لا ترهيب ولا تخويف ولا حدا إنما هي في الأول الحلقات إن المعرفة زي ما تقول الدكتورة إن أهم الأسلاحة للوقاية نمرأتنين إننا في الأول وفي الآخر لو أريد إن كل واحد يعلم أن علاقته بربنا سبحانه وتعالى أيا كان الديانته أيا كان المعتقداته لأن كل الديانات بتحس بتحس فيه نشوية تحاداتك وإلى لا الخير والتسامح والمغفرة وإلى كم تقول أي إنسان علاقته بربنا طيبة وعلاقة اللي لم تقول له طاقته اللي هتبع حولي اللي بتحميه هتبع كويس هجيدنا هتقول لأنه اطمئنانه اطمئنانه إنه ولوده مع الله وإنه في حس اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار كده دي بتدي له طاقة لا يستطيع لا جن ولا إنس ولا عفل تزرق يقدر ينفذ إليها وهذه أكبر حماية والدليل على كده كمان لما تكلمنا على مشروع شوال الأزرق يعني من بداية أصلا يعني أول خطوة في إقامة النظام العالمي الجديد اللي هو سبب كل البلاوة اللي بتحصل دي إن أول حاجة فيه بدون الإيمان بديانة النظام العالمي الجديد لم تستطيع إقامته يعني يجب إن هم حطين في أساسهم إن رح هذا النظام إنك أنت تؤمن بيه تؤمن بديانته كمان ديانته الشيطانية دي تستدي إنه يعمل لك استبدال لدين روحاني لأنه عارف إن فطرتك إنك تؤمن بشيء روحاني ما تحللش في موخك إنه مخلق إنه من عمل مخلق بعمل عبد فلازم يقنعك إنه روحاني فالسبيل لكده إنه زي ما قلنا يدمر وعيك وإيمانك لو ليفتتهم وبعد يدخلك في الفتفة العقلية والدينية والحروب وكذا وبعدين يقنعك إن السبيل الوحيد للرجوع للإنسانية إنك أنت تدخل في هذا النظام فلازم يقنعك بفكرة فلسفية روحية أصلا مش بس يعني حروب تدمير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر